متصف الليل بتوقيت جرينيتش السابع مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة تحليل ونقاش لأخبار أمريكا والعالم أهلا بكم إذن أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف تحذيراته من أي تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية كما حث ترامب لفروف على نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية ومساعدة الولايات المتحدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وكان وزير الخارجية الامريكي مايك بونبيو أبلغ نظيره الروسي خلال زياراته لواشنطن برغبة بلاده في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية مشيرا إلى أن واشنطن وموسكو متفقتان على أن سوريا لن تكون ملاذا آمنة لداعش أو أي جماعات إرهابية أخرى بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توج وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف زيارته إلى واشنطن سبق هذا اللقاء محادثات مطولة أجرها رئيس الدبلوماسية الروسية مع وزير الخارجية الامريكي مايكل بونبيو قضايا عديدة نوقشت خلال هذه المحادثات المطولة وظهر توافق حول بعض الملفات مثل محاربة الإرهاب وسوريا في حين استمر الخلاف حول مشاكل أخرى حول سوريا نحن ملتزمون بالعمل من خلال قرار مجلس الأمن الدولي 2254 لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا ونتوافق على أنه لا حل عسكريا ونتشاطر مصلحة أن لا تصبح سوريا من جديد ملجأ آمنا لداعش ومجموعة إرهابية أخرى أوضحت من جديد أن كل التخمينات حيال تدخلنا المزعوم في العمليات الداخلية للولايات المتحدة لا أسس لها وليس هناك أدلة تنتظر بذلك لم نرى هذه الأدلة ولم يعطينا أحد هذه الإثباتات لأنها ببساطة غير موجودة الحد من التسلح والتجديد معاهدة ستارت النووية بين البلدين وإمكانية ضم الصين إليها إضافة إلى مسائل كوريا الشمالية وفنزولا وأفغانستان وأوكرانيا مواضيع ناقشها الجانبان بإسهاب لكن شبح التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية بقي مخيما على العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا حول مسألة التدخل في شؤوننا الداخلية لقد كنت واضحا أنه غير مقبول وحددت توقعاتنا للروس بشكل واضح فإن إدارة ترامب ستعمل دائما من أجل حماية نزهة انتخابتنا وإذا اتخذت روسيا أو أي لعب أجنبي أي خطوات من أجل تقويض عملياتنا الديمقراطية فسنرد بالمقابل فيما يتعلق بكيفية تجاوز الأزمة حول البرنامج النووي الإيراني فأنتم على علم بموقفنا نحن نعتقد أنه من الضروري عمل كل ما في وسعنا لإنقاذ مذكرة التفاهم المشترك لضمان الطبيعة السلمية للأبحاث النووية الإيرانية ورغم ارتفاع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 25% في الأعوام السابقة إلا أن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا وأزمة تبادل طرد الدبلوماسيين بين البلدين واعتقال روسيا لمواطن أمريكي أمور تشكل عائقا إضافيا أمام دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام مطباط عديدة تعترض خط واشنطن موسكو ولكن أبرز ما خرج به الوزيران بومبيو ولفروف هو التأكيد على أهمية تحسين العلاقات بين البلدين من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والسلام العالميين ميشيل غندور الحرة واشنطن ولمناقشة هذه الزيارة وتدعياتها من مكتبنا في واشنطن معنا المساعدة السابق لوزير الدفاع الأمريكي لورنس كورب أستاذ كورب هذه الزيارة كيف برأيك كان سقف توقعاتها منخفضا أم مرتفعا أعتقد أنه لا يوجد شك في أن التدخل أو أن روسيا تدخلت في الانتخابات وأن الوزير لفروف كان سينكر ذلك تحدثوا عن سوريا لأنه من الواضح أنه لإيقاف القتل هناك فيلزم تدخل روسي لأنهم هم الذين يدعمون لظام الأسد ولكن الشيء الأهم الذي خرج من لقاء اليوم هو الصفقة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا اتفاقية ستارت الجديدة التي تحد من امتلاك أطرفين إلى 1550 سلاح نووي استراتيجي وتسمع بالتفتيش هذه الاتفاقية تنتهي في فبراير 2021 الروس وافقوا على تمديدها لمدة خمس سنوات ونحن يمكن أن نفعل ذلك بدون الرجوع إلى مجلس الشيوف الوزيران قال أنهما يريداني الحاق الصين بالاتفاقية الصين لديها خمس الأسلحة النووية التي تمتلكها أمريكا وروسيا يعني أنت مع أم ضد أن تنضم الصين إلى هذه الاتفاقية الصينيون بصورة أساسية يمتلكون 300 سلاح نووي ونحن والروس نمتلك 1550 الصينيون قالوا إنهم غير مستعدين للحديث لأنهم لا يمتلكون مثل ما نمتلك ولكن لو وصلوا إلى رقم 1550 بعد خمس سنوات يمكن أن نتحدث مع الصين ولكن إذا انتهت الاتفاقية ولا يوجد اتفاق مع روسيا فهذه أول مرة منذ إدارة نيكسون منذ عام 72 لا تكون فيها هناك اتفاقية هذا الموضوع المهم الذي تحدثت عنه أستاذ كوربا هو الاتفاقية واتفاق الطرفين على اتفاقية تستارت وتمديدها إلى أي مدى هذا الموضوع ممكن أن يفطي إلى خرقات في علاقات البلدين أثنائية بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة مرة أخرى أعتقد أننا لو توصلنا إلى اتفاقية جديدة فيمكن أن تستمر المفاوضات الرئيس ترامب اليوم اجتمع مع الوزير لافروف ولم يلتقي مع الأوكرانيين وهذه رسالة سيئة أو إشارة سيئة إليهم عندما كان لافروف هنا في واشنطن الرئيس بوتين والرئيس زيلنسكي رئيس أوكرانيا كان يلتقيان وهذا أعطى الروس نفوذ أكبر هناك ونحن لا نريد لهذا أن يحدث ولكن ما هي العوائق الإضافية هنا السؤال هل كافي الاتفاق على هذا الموضوع النووي أو السلاح النووي أم هناك ملفات شائكة أخرى تظل هي عائقا أمام توطيد العلاقات بين البلدين الواضح أن الموضوع النووي هو الأهم لأن الولايات المتحدة وروسيا هم القوتان النوويتان الرئيسيتان ولو كان هناك حرب مع روسيا وأصبحت نووية فهذا الشيء سيكون مدمرا لكل العالم أعتقد أن وزير الخارجية لافروف كان محقا عندما قال أنه يجب منع إيران من امتلاك سلاح نووي عن طريق العودة إلى الاتفاقية النووية مع إيران وذلك لأن أخطر شيء في الشرق الأوسط هو سباق تسلح نووي بين إيران مثلا والسعودية أستاذ قلت حدثت الآن عن هذا سلاح التسلح النووي ولكن هناك تحليلات كثيرة في الصحف اليوم عن هذه الزيارة وقبلها بأن موسكو لم تكن تعول كثيرا على نتائج زيارة لافروف ولكنها تراهن على تثبيت موقعها كقوة عظمى في مجال التسليح والاستغناء طبعا عنه في حل النزاعات الإقليمية من كوريا الشمالية وحتى أمريكا اللاتينية كيف تنظر إلى هذه التحليلات؟ فيوجد أي شك في أن روسيا لديهم نفوذ في فنزويلا فهم دربوا الجيش الفنزويلي ولديهم مئة من العسكريين الروس في فنزويلا ويمكن أن يلعبوا دورا بناء في مساعدة فنزويلا على التقاط أنفاسها من الكارثة الإنسانية التي سببها الرئيس مادورو عن طريق إقناعه بالتنازل عن الحكم أيضا لديهم نفوذ في سوريا وذلك لأنهم ذهبوا لإنقاذ نظام الأسد في 2015 لو لم يتدخل الروس في سوريا لسقط الأسد وبالتالي حقيقة الأمر نعم لديهم نفوذ لأنهم مستعدون لاستخدام القوات العسكرية الروسية خارج أوروبا وعلى الرغم من أن روسيا ليست قوية مثل الاتحاد السوفيتي سابقا إلا أن الجيش الروسي جيد جدا وأيضا هي قوة نووية وهذا يعطيهم نفوذ كبير أستاذ كوربي لفتني ما قلته بأن روسيا لديها هذا النفوذ لأنها مستعدة لاستخدام الجنود خارج أوروبا هل هذا ما لا تقوم به الولايات المتحدة وبالتالي ليس لديها نفوذ أكيد لديهم نفوذ في سوريا لأنهم أرسلوا قواتهم المقاتلة للحفاظ على نظام الأسد لديهم نفوذ في فنزويلا لأنه عندما بدأ أن نظام مادورو سيسقط أرسلوا عسكريين روس إلى هناك نعم هذا يعطيهم نفوذ وهذه حقيقة يجب أن نتعامل معها إذا أردنا أن نحل مشاكل مثل في الشرق الأوسط أو مشاكل في أمريكا اللاتينية يعني هذا النفوذ أليس هناك من فراغ أمريكي في المنطقة الجميع يتحدث عنه يعني خصوصا بعد قرارات الرئيس ترامب وتصريحاتها عن وجود الأمريكي في شمال شرق سوريا إلى أي مدى تتقدم هنا موسكو لماذا هذا الفراغ الأمريكي في المنطقة؟ لا يوجد أي شك في أن الولايات المتحدة في ديسمبر 2018 خفضت عديد قواتها من 2000 إلى 1000 والآن هناك حوالي 550 نعم لقد أعطت روسيا قول أكبر أو نفوذ أكبر في سوريا والولايات المتحدة لن يكون لها دور رئيسي في تقرير المستقبل هناك يمكن أن نترك بعض القوات لمنع عودة داعش ولكن عندما ننسحب من الجزء الشمال الشرقي من سوريا فإن نظام الأسد دخل إلى المنطقة الشمال الغرب ولم يكن له نفوذ منذ 2011 لورنس كورب المساعدة السابق لوزير الدفاع الأمريكي شكرا جزيلا اندمامك إلينا ضمن من العاصمة علق البنتاجون تدريبات جميع العسكريين السعوديين على الأراضي الأمريكية وقال إن التدريب سيقتصر فقط على الدروس النظرية كما أمر البنتاجون بمراجعة عمليات التطقيق الأمنية بشأن الطلاب الأجانب الذين يشاركون في تدريبات داخل قواعد عسكرية أمريكية أهلا بكم من جديد من العاصمة وفي جزئها الأول تناولنا تحترات واشنطن لموسكو من أي تدخل في الانتخابات الأمريكية ودعوتها إلى مساعدة في منع إيران من امتلاك سلاح نووي وبعد قليل سنناقش موضوع آخر من واشنطن وهو توجيه لجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل كونغرس لترامب ورد الأخير بأن مساعيهم تثير السخرية أما لاحقا فسنتطرق إلى عقوبات أمريكية على القنصل السعودي السابق في إسطنبول لسبب مقتل خاشقجي وثمانية عشر آخرين وأربع منظمات على خلفية انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان إذن وجهت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الذي يسيثر عليه الديمقراطيون تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس إلى الرئيس دونالد ترامب في إطار محاولة عزله جاء ذلك بعد التحقيق باتهامات للرئيس ترامب باستغلال سلطته والضغط على أوكرانيا للكشف على النهار عن تحقيقات بالفساد تقوم بها الحكومة الأوكرانية ضد جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما والمنافس الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة اقتربت ديمقراطيون خطوة إضافية من التصويت على إدانة رئيس دونالد ترامب في مجلس النواب رؤساء الليجان النيابية التي أشرفت على التحقيقات في مساءلة الرئيس أتمت سياغة لا إحتية اتهام بحقه سنادا إلى مجموعة من الشهادات والوثائق التهمة الأولى هي إساءة استخدام السلطة هي تهمة تستحق العزل حين يستغل الرئيس منصبه للحصول على منفعة شخصية مع تجاهل وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وهذا بالفعل ما قام به ترامب حين ضغط على أوكرانيا للتدخل في انتخابات الرئاسة لعام 2020 هذه تصرفات تتوافق مع دعوة ترامب السابقة للتدخل الخارجي في انتخابات 2016 وعندما بدأ مجلس النواب التحقيق انخرط ترامب في حملة غير مسبوقة لتحدي هذه المساءلة هذه هي التهمة الثانية وهي عرقلة عمل الكونغرس الجمهوريون في المقابل رفضوا الخطوة الديمقراطية وضحضوا الاتهامات الموجهة للرئيس وقالوا إنها تستند إلى غايات انتخابية رئيسة المجلس بيلوسي وآدم شيف وشركاؤهما يستغلون سلطة العزل لأنهم خائفون من إعادة انتخاب ترامب الشعب الأمريكي هو من يجب أن يحدد من يكون الرئيس وليس بيلوسي أو شيف لأنهما لا يوافقان على نتائج انتخابات 2016 ما فعلوه سيشكل نقطة ضعف في الكونغرس إذ حولوا العزل من سلطة فريدة في الكونغرس لمحاسبة الرئيس إذا انتهك القانون إلى سلاح يستخدمونه ضد الرئيس لأنهم خائفون من إعادة انتخابه وبعد توجيه لائحتين اتهام ستعقد اللجنة القضائية جلسة عمل لمناقشتهما والتصويت عليهما وإحالتهما إلى مجلس النواب قبل نهاية هذا الأسبوع ويتوقع يصوت كامل المجلس على إدانة الرئيس قبل دخوله في عطلة نهاية العام إذا قر مجلس النواب عزل ترامب سيصبح الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي يتم عزله في المجلس إلا أن المعركة الحقيقية ستكون في مجلس الشيوخ حيث لا يملك الديمقراطيون ثلثي أصوات المجلس وهي الأصوات اللازمة لعزل الرئيس من الكونغرس الأمريكي وفأ جباعي الحرة معنا عبر شبكة سكايب من تشارلتسفيل الأستاذة في جامعة برجينيا المتخصصة في القانون الدستوري باربرا آن بيري أستاذة بيري كيف ممكن النظر أو تحليل هاتين التهمتين التي وجهتها إلى الرئيس ترامب يعني تهمة بشأن إساءة استخدام السلطة والثانية عن عرقلة عمل الكونغرس بالنسبة لإساءة استخدام السلطة المسألة بسيطة هي تتعلق بالثقة وينظر إليها على أنها انتهاك غير أو انتهاك بالدستور والانخراط مع قوة أجنبية في هذه الحالة أوكرانيا في محاولة للحصول على مساعدة في انتخابات 2020 القادمة عن طريق القيام بهجوم على شخص اعتقد الرئيس أن من المحتمل جدا أن يكون خصمه في الانتخابات نائب الرئيس السابق جوزيل بايدن وينظر إلى هذا على أنه انتهاك لأسلطات الممنوحة للرئيس ومحاولة للحصول على مساعدة قوة أجنبية مساعدته شخصيا بدلا من العمل على مصلحة البلاد لماذا لم يوسع الديمقراطيون قرارات مساءلتهم أو التهم التي وجهوها يعني الجميع كان ينتظر أيضا الاستناد إلى تقرير مولر كما طلب كثيرون في الحزب الديمقراطي قبل فترة قصيرة لماذا لم يتم ذلك خلال توجيه هذه التهم الآن بالإضافة إلى إساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس عن طريق عدم اتباع اللوائح التي أصدرها الكونغرس واستدعاءه لمستشاري الرئيس مجلس النواب قرر أن يركز على هذا لأن من السهل على البلاد أن يفهموا هذه المسألة وأيضا من الأسهل القيام بالمحاكمة في مجلس الشيوخ نتيجة للأدلة التي تم جمعها منذ معرفة قصة أوكرانيا المسألة الأخرى هي أن من السهل على الجمهور الأمريكي وعضاء مجلس الشيوخ أن يهضموا هذه الاتهامات ويبدو أن الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس في تقرير مولر تضيف إلى هذا النمط الخاص بإساءة استعمال السلطة من جانب ترامب وهذا يعود إلى حملته الانتخابية قبل أن يصبح رئيسا الرئيس ترامب سيكون ثالث رئيس توجه له التهمة العزل من قبل الكونغرس رسميا طبعا لأن نيكسين استقال هنا نريد أن نفهم ما هو الفرق بين تصويت مجلس النواب بنعم أو لا على عزل الرئيس وما هي إجراءات إزاحته من منصبه أو إقالته من منصبه نعم هذا صحيح وأعتقد أن الحكمة هنا هي أن الدستور يتطلب ثلثي الأعضاء نتطلب 66 عضو في مجلس الشيوخ من مئة لإدانة الرئيس ترامب ولا يبدو أن هذا سيتحقق لأن هناك 53 جمهوري ومعظمهم يدعمون الرئيس ترامب ولا يبدو أن هناك أعداد كبيرة ستنسلخ عن هذه الأغلبية الجمهورية هناك أيضا ديمقراطيين في مجلس الشيوخ ويجب أن ينضم إليهم جمهوريون كي يستطيعوا أن يحصلوا على 51 صوت على الأقل إذا لم يحدث شيء لا نعرف عنه فإنه لا يبدو أن الرئيس سيتتم إدانته وإزالته من منصبه هل مجلس الشيوخ الذي طبعا يسيطر عليه الجمهوريون سيكونوا مضطرا لعقد محاكمة بعد تصويت مجلس النواب؟ أعتقد ذلك كنت أستمع إلى السيناتور مك كونل وهو قائد الأغلبية الجمهورية وهو من مدينة لويفيل كينتاكي التي جئت منها وعملت معه في بعض المناسبات وهو سياسي محنك ويعرف الدستور وبالتأكيد يعرف قواعد مجلس الشيوخ وقال إنه لا يعتقد أن الرئيس ستتم إدانته وعزله لأنه لا يعتقد أن 66 سيناتور سيصوتون لهذا ولكنه ستوجه له الاتهامات إحساسي أنه يعرف أن عليه أن يمضي قدما بالمحاكمة طالما نتحدث عن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ إلى أي مدى تعتبرين بأن ما قاله الجمهوريون بأن هذه الخطوة التي يقوم بها الديمقراطيون في مجلس النواب لعزل الرئيس لها غايات سياسية وانتخابية لا أعتقد هذا كمواطنة أمريكية أو كأرخة أعتقد أننا ننظر على بنود الاتهام التي وجهت إلى الرؤساء في الماضي والإنسان يمكن أن يقول حتى عندما يعود إلى 1860 أنه كان هناك هجوم حزبي ضد أندرو جونسون أحيانا هناك تشكيل من الإثنين ولكن في هذه الحالة أقول من الواضح جدا وفي رأيي هذا مقنع أن الرئيس الأمريكي ونتيجة للمسودة الجزئية من 25 سبتمبر ومن المحادثة مع رئيس أوكرانيا وطلبه الخدمة الشخصية في الواقع هو كان يطلب من رئيس أوكرانيا مساعدته على تحويل الانتخابات لصالحه وهذا يبدو انتهاك جسيم لسلطات الرئيس وانتهاك أيضا لقسم المنصب لا يوجد أي شك في أن الولايات المتحدة انقسمة الآن على أسس حزبية ويبدو أن التصويت سيكون حزبيا ولكن أي شخص ينظر نظرة موضوعية فإن من الواضح له أن الرئيس تصرف خارج إطار الدستور وانتهك القسم الدستوري وقد أقسم الدفاع عن الدستوري الأمريكي والابتعاد عن أي تدخل أشهر أستاذة بربرا بصفاتك أستاذة في القانون الدستوري هنا أريد أن أسأل يعني الرئيس ترامب ليس أول رئيس أمريكي أو حتى أي رئيس من أي دول العالم الأخرى يعني يقومون بهذه المنافع خلال الاتصالات أعطني لأعطيك يعني إذا كيت بروكو كما يقال باللغة الإنجليزية لكن هنا السؤال هل هذه العملية عملية الإجراءات الآن تقوم لأنه تم الطلب خلال هذه المكالمات الهاتفية للتدخل بالانتخابات لأنه عادة يقوم تقديم مساعدات أو رفض تقديم المساعدات هذا بناء على ما تريده الإدارة الأمريكية أعتقد أنك على حق عندما تحاجج وتقول أن الرؤساء يعقدون صفقات طوال الوقت محليا من أجل اعتماد مشروع قانون في الكونغرس أو ربما يعرضون على أعضاء الكونغرس مساعدتهم كي يقوموا بالمساعدة في شيء آخر إذن هذه ليست أول مرة الرئيس يعقد صفقة وواضح أن الرئيس عليه أن يمد يده عبر القاسم الحزبي وأن يعقد صفقات ولكن هناك حدود تم تجاوزها هنا من قبل الرئيس ترامب عقد صفقة مع دولة أجنبية وليس فقط الطلب من هذه الدولة أن تتدخل في انتخاباتنا المحلية بطريقة غير نزيهة وإنما أيضا حجب المساعدة التي وافق عليها الكونغرس عن أوكرانيا وكان هذا جزء من السياسة الخارجية الأمريكية لدعم أوكرانيا ضد العدوان الروسي وطبقا بالسياسة الخارجية الأمريكية روسيا كانت عدو لنا وأعرف أن هناك الكثير من الحجج مثلا الرئيس قد لا يرى روسيا بهذا الشكل كان هناك أناس يقولون أن الرئيس تجاوز حدوده نعم الأستاذة في القانون الدستوري حدثنا مباشرة من تشارلتفيل شكرا جزيلا على هذه المداخلة ضمنة من العاصمة أهلا بكم من جديد أفادت شرطة ولاية نيوجيزي الأمريكية بمقتل ستة أشخاص على الأقل بينهم شرطي ومشتبه فيهما بإطلاق نار في مدينة جوريزي واستمرت عملية المطاردة والمواجهة بالرصاص بين أفراد من الأمن ومسلحين لساعات عدة خفضت شركة نيتزامانكو تقويمها لأسهم شبكة نتفليكس تلفزيونية ترفيهية وهي المرة الرابعة التي تواجه فيها الشبكة تخفضات خلال شهرين ويأتي هذا التقييم استنادا إلى توقعات بوجود منافسة كبيرة من جانب شبكات جديدة من شأنها أن تكبد نتفليكس خسارة تقدر بأربعة ملايين مشترك من المشاهدين الأمريكيين العام المقبل حققت اللاعبة الأمريكية ميغن رابينو نجمة منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم النسائية ونادي سياتل رين إنجازا آخرا خلال أقل من شهر حيث وصفت مجلة سبورتس إلستريتز رابينو بأنها نجمة العالم الرياضية وكانت ميغن قد توجد بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبة في العالم لعام 2019 متفوقة على تسع مرشحات أبرزهن أليكس مورغن دخلت ذات الأربعة وثلاثين عاما التاريخ من خلال تتويجها بجائزة الكرة الذهبية كأول لاعبة دولية في منتخب الولايات المتحدة للنساء وتحققت مع هذه الجائزة أفدت مصلحة الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة بأن عصفة تلجية مصحوبة بموجة برد غير مسبوقة وكميتها إلى من الثلوج من داكوتا إلى منسوتا إلى ولاية ويسكنسون في تعطيل حركة السير وامتدت هذه الموجة الباردة من صباح ثلاثاء من تكساس إلى نيو إنجلند رافقتها أمطار غزيرة مع تساقط الثلوج وإلى هنا مشاهدين نصل إلى ختام من العاصمة لهذه الليلة إلى اللقاء من صيدحو the dirty